السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلاب الصف الأول الإعدادي أهلا بكم ورحبا وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة أونلاين ودرس جديد من دروس اللغة الخالدة أسأل الله العدي القدير أن يجعلنا سببا في تيسير كل عسير عليكم بإذنه تعالى نهاردة إن شاء الله هنأخذ نص من نصوص المقررة علينا في هذا الشهر وهو نصكم بلسما للشاعر اللبناني إلي أبو ماضي الشاعر إلي أبو ماضي هو شاعر لبناني طبعا ولد عام 1891 بقرية المحيدثة في لبنان وطبعا رحل إلى مصر عام 1901 ومكس بها حوالي 8 سنوات ثم تركها ورحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية الرجل ده بيتحدث في نصنا عن التفاعل وعن الإنسان يجب أن يكون كما هو مهما تغير الناس ومهما تغير الزمن من حوله يجب أن يتعامل الإنسان بطبعه يجب أن يتعامل الإنسان بأخلاقه لأنه ليس له علاقة بأخلاق الآخرين لأن الإنسان إذا عامل يعني كل إنسان بيعامل من أمامه بما تعلمه من مبادئ وما تعلمه من أخلاق ومن خلال طبعا الأخلاق التي تربى إيه تربى عليه هو ده اللي عايز لهنا الشاعر إليه أبو ماضي أن أنت تكون دائما متفائلا تكون دائما إنسانا جميلا صاحب أخلاق تكون دائما إنسانا محبا مهما تغير الناس من حولك طبعا ده شيء فيه شيء من المثالية ولكن إحنا بنحاول أن كل الناس تسعى إلى تلك الصفات وأنها تتعامل دائما بما تربت عليه من إيه من أخلاق تعالوا مع بعض نبدأ في قراءة النص معنا ونشوف أهم المفردات وأهم مظاهر الجمال وأهم الأسئلة اللي ممكن تجيلي على هذا النص طيب كنبل سمن كنبل سمن إن صار دهرك أرقمة وحلاوة إن صار غيرك علقمة أحسن وإن لم تجز حتى بالثنة أي الجزاء الغيث يبغي إنهم من ذا يكافئ زهرة فواحة أو من يثيب البلبل المترنمة عد الكرام المحسنين وقسهم بهما تجد هذين منهم أكرمة يا صاح خذ علم المحبة عنهما إني وجدت الحب علما قيمة أحبب فيغض الكوخ قصرا نيرا وابغض فيمسل كونه سجنة مظلمة لا تطلبن محبة من جاهل المرء ليس يحبه حتى يفهمه كويس قوي كده قرأنا مع بعض النص تعالوا بقى نشوف أهم المفردات لهذا النص وأهم مظاهر الجمال اللي بتيجي عليه طبعا عندي هنا كون إيه كونبل سمن كونبل سمن طبعا ده أسلوب أمر وهنشوف إيه غرضه دلوقتي لما نيجي نتكلم عن مظاهر اللي ايه عما ظاهر الجمال بتاعك كونبل سمن انصار دهرك ايه أرقب كلمة بلسم معناها دواء ايه دواء شافي ده معنى الكلمة معنى كلمة بلسمن دواء ايه دواء شافية طبعا المراد من كلمة بلسمن يعني كن طيبا كن جميلا كن متفائلا ده المراد من الكلمة وعازك تفرق ما بين معنى الكلمة ومن المراد منها المقصوب بها في النص هنقولنا معنى كلمة بلسم المعنى بتاعها هنا طبعا الدواء الشافي لكن المراد اللي يقصده الشاعر في البيت ايه من كلمة بلسمن دي يقصد ان تكون متفائلا ان تكون دائما ايه دائما طيبة يبقى هنا الكلمة لها معنى لها المعنى الاساسي لللفز نفسه والمعنى المراد داخل ايه داخل النص اللي انت بتدرسه كويس اوي كن بلسمن انصار دهرك ارقام الظهر اللي هو الزمن وجمع كلمة ضهر ايه طبعا لها جمعين يا مستر ظهور واضهر لازم ان نحفظ الجمعين طبعا لازم نحفظ الجمعين انت بيجي لك الامتحان اختياري دلوقتي فانت ممكن يجي لك في الجمع يقول لك جمع كلمة ظهر يجي لك جمع من الجموع اللي انت مش حافظه فبالتالي طبعا مش هدير ده تحل السعيد يبقى عندك كلمة ظهور ظهر جمعها ظهور وايه ظهور واضهر كن بلسمن انصار دهرك ارقام ايه هو الارقم ده الارقم ده اللي هو الحية الخبيسة الحية ليه الخبيسة او الصعبان ليه الصعبان الخبيس طيب كلمة ارقم هنا جمعها ايه جمعها اراقم جمع كلمة ارقم طبعا ايه اراقم كن بلسمن انصار دهرك ارقام يبقى عندي دمع ارقم ايه? ارقم. طيب. وحلاوة. المقصود من حلاوة هنا يعني جميلا او طيبا. ان صار غيرك علقما. العلقم اللي هو الشيء المر. ولكن المراد منها الحقد او الحسد. يبقى معنى كلمة علقما الشيء ليه المر اللي هو زي نبات الحنظر مثلا المر ده. والمراد من كلمة علقما هنا ان صار غيرك علقما ان صار غيرك حقدا او ايه? او حاسدا. احسن. احسن يعني قدم الاحسان. وعكسها اسق. وان لم تجزى. تجزى يعني تكافأ. او تثاب. حتى بالسنة. عكس طبعا تجزى تعاقب. حتى بالسنة. ايه هو السنة? السنة اللي هو السناء. اللي هو الشكر يعني. وعكسه الذن. اي الجزاء الغيث يبغي انهما. الجزاء اللي هو السواب. وعكسه برضو العقاب. كويس او. ايه هو الغيث بقى? الغيث اللي هو المطر الغزير او الكثير. ولها جمعين. جمع الغيث غيوث او اغياث. جمع الغيث غيوث وايه? واغياث. اي الجزاء اي الجزاء الغيث يبغي يعني يطلب. او يريد انهما. هما يعني نزل. او سالة. يعني عكسها يا مستر وقفة. او تجمد. كويس او. جمعاني البتين او اهم معاني البتين اللي موجودين ايه اللي موجودين معانا في النص او البتين. كنبل سمن دواء شافيا. الظهر اللي هو الزمن جمعها ظهور واضهر. ارقم اللي هي الحية الخبيثة. وجمع ارقم اراقم. وحلاوة يعني جميلا او طيبا. ان صار غيره كعلقمة ان العلقم معناها الشيء المر والمراد منها الحاقد او الحاسن. احسن يعني قدم الاحسان وعكسها اسئ. تجزى يعني تكافأ وتثاب. عكسها تعاقب. الثانة هو الشكر وعكسها الزمن. الجزاء اللي هو الثواب وعكس العقاب. الغيث يعني المطر وجمعها غيوث واغياث يبغي يطلب هما يعني نزل وسالة وعكسها وقف او تجمل. عدناهم تاني هم بسرعة. وركز كده معايا عشان يشوف الشاعر عاوز يقول لي ايه في البتين دولت. في البتين دولت الشاعر بينصحني بنصيحتيه. النصيحة الاولانية بيقول لي كن طيبا مهما تغير الزمن او تغير الناس من ايه من حولك. تاني. كن طيبا كن متفائلا مهما تغير الزمن مهما اشتد عليك الزمن ومهما تغيرت اخلاق الناس من ايه من حولك. تاني ماذا يطلب الشاعر في البيت الاول? انا ما شرحت هوت وحطيت على شرح سؤال. ماذا يطلب الشاعر في البيت الاول? او ممكن يجي لك اكمل يطلب الشاعر في البيت الاول نقط. تمام? او ممكن يجي لك السؤال على هيئة اختياري. زي ما انت متعود في الامتحان. يطلب الشاعر في البيت الاول كزا او كزا او كزا وتختار. يبقى لازم انت بعارف الشاعر بيطلب ايه في البيت الاول. بيطلب ان تكون طيبا. كويس او. ان تكون متفائلا. مهما تغير الزمن الى الاسوأ. ومهما تغير الناس من ايه من حولك. وكأنه بقولك كن انت مهما تغيرت الاحوال من ايه من حولك. كويس او. في البيت التاني بقى دعوة جميلة جدا بيدعونا لها الشعر. بقولك احسن. احسن الى كل انسان. ولا تنتظر الايه الجزاء. زيك زي مين? او بينزل علينا? بينزل علينا بالخير. وينبت النباتات. صح كده? طيب هل لما المطر بينزل? هل المطر ده بينتظر ان حد يقول له شكرا على الخير اللي انت جبته لنا? لا طبعا. المطر يعطي بلا مقابل. هو طبعا المطر من عند الله. ولكن الشعر عايز يضرب لك مثال قريب منك. يقول لك ان المطر اللي بينزلك بالخير وبالبركة وبالنعمة طبعا لا ينتظر شكرا من ايه من احد. يقول لك حتى خليك مثل المطر. كن مثل المطر احسن الى الناس ولا تنتظر جزاء او شكرا من ايه من احد احسن الى الناس ولا تنتظر جزاء او شكرا من ايه من احد مثل المطر الذي ينزل ولا يشكره ايه ولا يشكره احد. يبقى في البيت الاول الشاعر بيقول لي او بينصحني وبيطلب مني بيقول لي كن طيبا مهما تغير الزمن والناس. في البيت التاني بيقول لي كن مثل المطر احسن الى الناس ولا تنتظر الشكر من ايه من احد او لا تنتظر الجزاء من ايه? من احد. كويس اوي. طيب نيجي بقى مع بعض الاهم مظاهر الجمال في البيتين. احنا اخدها مع بعض كده. بيتين بيتين شرح. معاني. ومظاهر ايه? مظاهر ايه الجمال. كن بالسمن. نعلمتك في مظاهر الجمال ان انت تحاول ما تحفظ مظاهر الجمال. انت تستخرجها تستنتجها عشان ده يصدقني. هينفعك ان شاء الله ما تطلع المرحلة السنوية. بالنظام الجديد مفيش حفظ المظاهر الجمال. انت بتطبق ما تعلمتهم من مظاهر ايه الجمال. هشوف الاسلوب اصلا الجملة بدأ بايه? الجملة لو بدأ بطلب زي امر مثلا او نهل او استفهام يبقى ده اسلوب كويس اوي. حسب بقى نوع الاسلوب اللي هيجينا. عندي هنا كن. بيقول لك كن يعني ده بطلب مني هو صح? يبقى هنا ده اسلوب امر. اسلوب ايه? امر. وغالبا اسلوب الامر بغرض النصح والايه والارشاد. الا في بعض الحالات لما بيقى امر موجه من النبي صلى الله عليه وسلم او امر من الله سبحانه وتعالى بيبقى امر غرض الوجوب والالزام يعني لازم هتنفزه ما فيش في نصح والارشاد. اما كن بلسمن عندي هنا تأمر موجه من الشاعر واحد زي وزيك. فبالتالي بينصحك بنصيحة. يا تعملها يا امه ايه? ما تعملهاش براحتك. فبقول لك كن بلسمن يبقى تخلص يا مصدر ده اسلوب ايه? اسلوب امر غرض النصح والايه? غرض النصح والارشاد. هي بس اسلوب امر. ده بيقول لك كن دواء شافي. انا ملاحز يا مصدر انه ممكن يكون فيها تصوير هنا. صور حاجة بحاجة. ايه اقول لك انت كده مركز بقى معي. كن بلسمن الشعر بيقول لك كن دواء شافية. صح? يبقى عندي هنا تصوير للانسان بالدواء الايه الشافي. طب انا معرفش اقولك واقول كلمة الدواء شافي يا مصدر. نسيتها. كن بلسمن يبقى تصوير او صور الشعر للانسان بالايه? بالبلسم. يبقى كن بلسمن ان سار دهرك ارقمه. هو الظهر. ينفع يبقى سعبان? الظهر ينفع يبقى حية من الحيات الخبيثة? لا. يبقى هنا برضو في تصوير تاني يا مصدر هو تظهر لنا بيقول لي صور الظهر او الزمن بالحية الخبيثة. صور الظهر والزمن بالحية لايه? الحية الخبيثة. طبعا عندي فيه انفعل صارك? كن بلسم ان ان سارك. ليه الشعر? القل صارك. الفعل صارك هنا بيفيد التحول. وده فعل له اهمية كبيرة جدا في البيت عندي هنا بيقولك ان الزمن لا يبقى على حال. يبقى الفعل صار هنا اجمل من اي فعل تاني في البيت لانه يؤكد ان الزمن دائما يتغير ولا يبقى على اي على حال لان الفعل صاره بيفيد التحول. وحلاوة انصار غيرك على القامة. برضو هنا تصوير تاني يا هوت كمبل سمن وايه. وحلاوة يبقى تصوير للانسان بلايه? بالشيء الحلو او الجميل. انصار غيرك علقامة. تصوير برضو للانسان بالشيء المر او بالنبات الحنزة للايه المر. انت ابتعال بقى نشوف الموسيقى في الابيات هنا. الكلمات اللي انا مشابهة لبعضها. عندي كلمة ارقامة. حلو اوي. وكلمة علقامة. انت مش ملاحظ ان فيك كلمتين. فيهم تشابه كبير اوي. اه يا مستر ده فيه تشابه كبير. التشابه ده بيعمل لي ايه? بيعمل لي ايقاع موسيقي. تطرب له الازن. يبقى عندي هنا بقى بين كلمة ارقامة. وكلمة علقامة. ايقاع ايه? ايقاع موسيقي تطرب له الازن. طيب. كمان عندي بقى من كلمة حلاوة وكلمة علقامة. بس ده مش ايقاع بقى. ده حلاوة شيء حل. وعلقام شيء مر. ايوة كده صح. يبقى ده تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. يبقى بين كلمة حلاوة وعلقامة. تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. بين كلمة ارقامة وعلقامة. ايقاع ايه? ايقاع موسيقي. تعالوا معانا للبيت التاني. احسن. برضو نفس الامر كن واحسن اهو. يبقى اسلوب ايه? امر. غرض النصحة ايه? النصحة الارشاد. وان لم تجزى حتى بالسنة. اي الجزاء الغيث? ده ادات استفهامة ايه? ادات استفهام. يبقى الاسلوب ده على طول اسلوب ايه? اسلوب استفهام. اي الجزاء الغيث يبغي انهام. اسلوب استفهام هنا فيه استنكار وتعجب. الشعر بقولك هو ايه الجزاء اللي ممكن الغيث يطلب? فهنا ده اسلوب ايه? استفهام. غرض التعجب والايه? اي اه لا اسلوب استفهام ما عليش غرضه النفي. اسلوب استفهام مش غرضه التعجب. استفهام غرضه ايه? غرضه النفي. وكأن الشاعر بينفي ان ممكن الغيث في يوم من الايام يطلب جزاء او يطلب شكرا من ايه? من احد. يبقى اي الجزاء الغيث? بكررها تانية هو ده اسلوب استفهام غرضه لايه غرضه النفي الشعر بينفي ان يطلب المطر اه شكرا او سناء من ايه من احد وتصوير بقى هنا كمان صور الغيث بانسان لا ينتظر الجزاء من ايه من احد تصوير للغيث او المطر بانسان لا ينتظر الجزاء من احد يبقى الاسلوب اسلوب استفهام للنفي وتصوير للغيث او المطر بانسان لا ينتظر جزاء من ايه لا ينتظر جزاء من احد. كلمة الغيس بتدل على الخير والكسرة يعني كسرة ليه? كسرة الخير. نيجي بقى ليه البيت التاني او البيتين التانيين. بيقول لي من ذا يكافئ زهرة فواحة او من يثيب البلبلة المترنمة. عد الكرام المحسنين وقصهم بهما تجد هذين منهم اكرم. من ذا يكافئ. عندي يكافئ معناها في قلب البيت برضو. يثيب. الاتنين معناهم واحد. يبقى عندي كلمة يكافئ معناها ايه? يثيب الاتنين واحد. ما فيش فرقة ما بين الاتنين. من ذا يكافئ. عكسها طبعا يعاقب. زهرة جمعها ظهور. فواحة يعني رائحتها منتشرة. يبقى كلمة عندي زهرة فواحة يعني رائحتها ايه? منتشرة. او من يثيب خلاص يا مصر بنت ولتنا يكافئ يعني يثيب. يبقى بالتالي برضو ده مع عكسها ايه? عكسها يعاقب. البلبل هو الطائر. المغرد. المترنم يعني المغرد. وعكس المغرد الباكي او النائح. خد بالك. المترنم اللي هو ليه? المغرد. وعكسها الباكي او ليه? او النائح. ماشي. عد الكرام. عد يعني احسب. الكرام. مفردها الكريم. وعكسها طبعا البخلاء. المحسنين طبعا مفردها المحسن. وعكسها المسيء. او المسيئين. وقصهم. كلمة قصهم هنا بمعنى بمعنى قارنهم. قصهم بمعنى ايه? قارنهم. بهما بمين بقى? الها هنا بتعود على مين? بتعود على الزهرة. وطائر ليه البلبل. بهما تجد هذين برضو هذين بتعود على الاتنين دولة. الزهرة والايه? والبلبل منهم اكرمة يعني اكسر ايه? اكسر كرما. او اكسر او اشده ايه? اشده اعظم كرم. الشاعر بيكرر كلامه تاني. في البيت التاني. بقول لك احسن ولا تنتظر الجزاء من احد. مثل المطر. وكذلك مثل الزهور والطيور التي تغرد. الزهرة حين تنشر رائحتها الطيبة لا تنتظر ايضا شكرا من احد ولا جزاء من احد. والطائر حين يغرد بصوت عزبي جميل يعجبك ايضا لا ينتظر شكرا ولا جزاء من ايه من احد. وكأن الشاعر بيقول لك اجعل نفسك مثل كم حاجة تلاتهم. الغيس المطر الزهرة والطائر. تلاتة دولة بيقدموا الاحسان الى الناس ولا ينتظرون جزاء من ايه من احد. يحسنون اليك ولا ينتظرون شكرا ايه? شكرا منك. ده مين المطر والزهرة والايه? والطائر. في الشاعر بيقول لك اجعل نفسك مثلهم. وفي البيت الاخير او البيت الرابع بيقول لك عد الكرامة المحسنين. يعني انت لو جيت عملت احصائية كده لكل الكراماء في الدنيا كلها. وطلعت عددهم مثلا يعني. هل جيت قرنتهم بالزهرة او الطائر? اه تجد ان الزهرة والطائر افضل واحسن منهم ايه كرما? طب يا ترى ليه? يعني كل الكراماء اللي في الدنيا دول كلهم. الزهرة والطائر احسن منهم وافضل منهم برضو في الكرم? ليه? لان الزهرة والبلبل او الطائر يحسنون الى الناس ولا ينتظرون الجزاء من ايه? من احد. يحسنون ولا ينتظرون جزاءا من احد. اما اي كريم او اي شخص دي طبيعة احسن اليك او قدم اليك معروف? لو انت ما شكرتوش حتى ليه بيزعل منك او يعني بيغضب منك بعض الشيء بيقول لك ده حتى لم يقدم ليه كلمة الشكر. فانت هنا مجرد كلمة الشكر ديت يبا انت كده بتنتظر الجزاء من اه هذا الشخص اللي انت الدنيا جميعا. طيب لو جينا نشوف اهم مظاهر الايه? اهم مظاهر الجمال في البتين التالت والرابع. من ذا يكافئ زهرة فواحة? برضو عندي نفسي الكلام. من ذا يكافئ? هنا تكرار لاسلوب الاستفامة. من ذا يكافئ استفام غرض النفي? زي اي الجزاء? يكافئ زهرة فواحة. باستفام للنفي. يكافئ زهرة. تصوير. صور الزهرة بانسان لا ينتظر المكافئة. تصوير الزهرة بانسان لا ينتظر ايه? لا ينتظر مكافئة من احد. من ذا يكافئ زهرة فواحة او من يثيب برضو نفس الاسلوب الكرر كمان مروا. استفام برضو غرضه الايه? النافي. او من يثيب البلبل المترنم بتصوير للطائر هنا بارضه بانسان لا ينتظر جزاء من ايه من احد. كلمة المترنم هنا تدل على السعادة. والفرح. كلمة المترنم تدل على السعادة والايه? والفرح. عد الكرامة المحسنين. اسلوب امر. غرضه النصح والحس. عد الكرامة المحسنين طبعا كلمة الكرام هنا انتفقنا بقى ان اي كلمة جمع بتفيد الكثرة. اي كلمة جمع بتفيد الايه? الكثرة. عد الكرامة المحسنين وقصهم برضو قصهم اسلوب امر تاني. غرضه النصح والحس بهما تجد هزين. علاقة جملة تجد ده بما قبلها نتيجة لما ايه نتيجة لما قبلها يبقى كلمة تجد هذين نتيجة لما على قطب ما قبلها نتيجة لما ايه نتيجة لما قبلها عد الكرام نتيجة لكلمة عد الكرام تجد هذين يبقى نتيجة لما ايه نتيجة لما قبلها تجد هذين منهم اكرامة تعبير طبعا جميل بيدل على شدة كرم الزهرة والطائر لانهم لا ينتظرون جزاء او شكرا من ايه شكرا من اي شخص. نيجي للابيات التلاتة الاخيرة اللي موجودة معايا في هذا النص. دعوة تانية بقى خالص غير الاحسان وعدم انتظار الجزاء. دعوة تانية برضو مطلوبة لكل شخص يعيش في هذه الدنيا وهي المحبة. يجب ان يكون هناك ايه? هناك محبة بين ليه? بين الناس. فالشعر بيقوله يا صاحي خذ علم المحبة عنهما. اني وجدت الحب علما قيمة. احبب فيغض الكوخ قصرا نيرا وابغض فيمسي الكون سجنا مظلمة. لا تطلبن محبة من جاهل المرء ليس يحب حتى يفهم. كويس او. يا صاحي يعني يا صاحبي. يبقى صاحي دي اصلا ايه? صاحبي. خذ علم المحبة. المراد من خذ علم المحبة يعني تعلم منهما الحب. من مين بقى? من الظهرة وطائر البلبل. خذ علم ايه المحبة? وعكس المحبة طبعا الكره. عنهما قلنا خلاص بيقصوا بهم مين? اني وجدت الحب علما قيمة. قيمة يعني له قيمة. عقسها ايه? تافها او حقيرا. اني وجدت الحب علما ايه? قيمة. احبب فيغض الكوخ قصرا. يغض يعني يصبح ويصير. الكوخ اللي هو البيت الصغير. وعالجمعها ايه? اكواخ. قصرا نيرا. نيرا يعني مضيئا. او منيرا. وعكسها طبعا مظلما. وابغض يعني يكره. فيمسي الكون. كون اللي هي الدنيا والوجود. وجمع كون ايه? اكوان. سجنا مظلما. طبعا عكس مظلما مضيئا. او منيرا. لا تطلبان محبة من جاهل. لا تطلبان يعني لا تنتظر. محبة من جاهل. الجاهل المقصوب بها المقصوب بها احمق. وجاء وطبعا جامع جاهل جهلاء. وعكسها ايه? العاقل. المرء اللي هو الانسان. ليس يحب وجامع مرء طبعا رجال لانها ليس لها جامع من اللفظة. المرء ليس يحب حتى يفهم يعني يدرك. معنى ايه? معنى الحب. الشعر عايز يقول لي هنا يا صاحبي تعلم الحب من الظهر والطقر. فالحب علمي قيم وعظيم سينفعك. ايه اثر الحب بقى على الانسان? احبيب فيصبح الكوخ الصغير قصر ايه? قصر مونير وكبير. واكره لو ازا كرهت يصبح تصبح الدنيا كلها كلها كانها سجن ايه? مظلم. فالانسان المحبوب من الناس حتى لو عايش في بيت صغير بيشعر ان عايش في قصر كبير. اما الانسان المكروه من كل الناس لهو بيملك الدنيا كلها يحس انه عايش في ايه? في سجن مظلم. لا تطلب المحبة من. دي نصيحة بقى في نهاية النص. الشعر يقولك لا تطلب محبة من الانسان الجاه. ليه? لان الانسان لا يحب حتى يعرف معنى الحب. الانسان الجاه لا يدرك قيمة ومعنى الحب. فبالتالي لا تنتظر منه ليه? لا تنتظر منه ليه? المحبة. طيب لو جينا بسرعة كده شفنا اهم مظاهر الجمال. يا صاحي سلوب نداء للتنبيه. خذ علم المحبة. سلوب امر غرض النصح والارشاد. اني وطبعا تصلي المحبة بالعلم. اني وجدت الحب. اني وجدت الحب باسلوب مؤكد بايه? بانه. وطبعا اه تعليل لما قبله. وللاسف الشديد انتهى وقت حلقتنا. هترككم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.